لتبديد ظلام الليل الحالق عن مداخل قبة الشيح وطرقاتها في ظل غياب شبكة الكهرباء عن أحيائها أطلق شباب القرية وشيوخها حملة أهلية شاملت جمع التبرعات والعمل التطوعي بهدف تركيب الكشافات وإنارة الشوارع معتمدين على الطاقة البديلة لما من روح صلاة العشاء فنروح بكل سهولة قبل كنا نروح على الليزارية أو بيل فتنقطع ممكن تنقطع لأن هذا اسمه بطارية فضية خلط راحت بينما هلق صرنا نروح بالرياحة ونرجع بالرياحة فوق هالشيهات ركبنا كاميرات بكل الشوارع الرئيسية مشان الحرامية ألواح الطاقة الشمسية هي الوسيلة الوحيدة لتأمين الكهرباء حتى داخل المنازل والمحلات بعد تعثر المفاوضات بين أهالي القرية والشركة المخدمة لمدينة الباب وريفها بسبب شروط فرضها ممثلو الشركة ووصفها الأهالي بالمجحفة بعد نقاش وجدال طويل مع شركة الكهرباء حطونا رسم الاشتراك العداد لكل بيت الواحد 180 دولار بعد نقاش طويل جديد يعني عريض معهم ما آخر شي تنازلوا 150 دولار الزيادة عن كل أهالي الضياء وكل المناطق المحررة عجز أهالي قبة الشيح عن تأمين الكهرباء دفعهم لإطلاق هذه المبادرة علها قد تكون بمثابة حل مؤقت تنير طريق المارة ليلة رواية الأهالي حول الرسوم المرتفعة مقابل تمديد الكهرباء نفتها شركة أكينجري في مدينة الباب عبر مديرها والذي رفض توثيق نفيه بلقاء مصور بين رواية الأهالي ونفي الشركة لها يبقى المؤكد غياب ورشاة التمديد وأعمال الصيانة لخطوط التوتر ما يعزز حقيقة أنه لا كهرباء في المدى المنظوري لأهالي قبة الشيح